مسجد الجزائر الأعظم، ثالث أكبر المساجد في العالم بعد الحرمين الشارفين، يتم إنجازه على مساحة عشرين هكتار بالمحمدية. وضع حجر الأساسي من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سنة 2009، تكلفة الإنجاز بلغت اثنين مليار دولار. فتحت مناقصة دولية استقطبت مكاتب دراسات من أربع قارات وسبعة عشر عرضاً، أسفرت النتائج في الأخير على منح الصفقة لمكتب دراسات ألماني. انطلقت الأشغال في المسجد سنة 2012، منحت صفقة الإنجاز إلى شركة صينية. أكثر من ألف خبير جزائري يعملون على تجسيد اللمسة الجزائرية المغاربية في التصميم. نهاية 2014، أسندت مهام تجسيد المشروع إلى وزارة السكن والعمران والمدينة، بعدما كانت موكلة إلى وزارة شؤون الدينية. نسبة الإنجاز عند استلام وزارة السكن كانت لا تتعدى 27، وفاقت اليوم نسبة الأشغال 75%.